لا أثمانة محددة يقف نظام الأسد عند التضحية بها مقابل بقائه في السلطة واستمراره في قتل السوريين إسرائيل مرة أخرى وهدية جديدة يجهزها نظام الأسد ليدفع بها إلى تل أبيب هذه المرة رفات الجسوس الإسرائيلي ألي كوهين الذي يصفه الإعلام الإسرائيلي بأنه أحد أهم رموز إسرائيل الاستخباراتيين يعني واضح أن إسرائيل هي المستفيد الأكبر من الوضع الذي تعيش سوريا من الحالة التي وصلت إليها هي استفادت سواء في موضوع جولان والذي تتوج بالإعلان الأمريكي بتضمها يعني اعتراف أمريكي بضم إسرائيل لها وأيضا الجثث التي 37 سنة تبحث عنها وبدل الجهود تقريبا مع كل الدول ودخلت وسطاء الآن تحصل عليها بشكل مجاني في تل أبيب يجري الحديث عن أن العملية ستتم بوساطة موسكو في نسخة مماثلة لما حدث مع رفات الجندي الإسرائيلي زخاريا باومل الذي عاد به بنياما نتنياهو من روسيا لإسرائيل بعد أن استعاد الجنود الروس رفاته من سوريا كما أن البحث يجري بوساطة روسيا أيضا عن أي بقايا لجنود إسرائيليين دفنوا في سوريا إذا تم تسليم أيقونة وأسطورة المخابرات الإسرائيلية إلي كوهين إلى إسرائيل في الهدف فهذا خبر لن يفاجئ فيها المواطن العربي أو المواطن البسيط خاصة أنها تأتي ضمن تسلسل أحداث كثيرة حصلت حتى اليوم ويطرح أسل كثيرة ما هو دور النظام السوري حتى هذه اللحظة بهذه العمليات خاصة أن الرد الذي نسمع به منذ عشرات السنين لم يأتي حتى هذه اللحظة بدورهم مسؤولون إسرائيليون أكدوا استعداد موسكو لبدل جميع الجهود التي تساعد في ذلك مضيفين أن زيارات نتنياه لروسيا ولقاءاته مع فلاديمير بوتين تركز في مجملها على التنصيق الأمني والاستخباراتي بين البلدين في سوريا وهو تنصيق عاد بسببه جثمان باومل وقد يعود بسببه أيضا رفاة كوهين تنازلات تلو الأخرى يقدمها نظام الأسد لإسرائيل دون مقابل حرصا منهم على إبقاء نظام شرد وقتل أبناء شعبه لأجل مصالحه سالم منذر لأورينت نيوز القدس الغربية